جرس انذار أخير أو هو إعلان عبور لجولة جديدة من المحادثات التي ما يزال المبعوث الأممي يفتش عن طريق يمضي من خلاله للتوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف المتنازعة يصل إسماعيل ولد الشيخ إلى صنعاء قادما من الرياضة التي التقى فيها الرئيس هادي قبل أن يلتقي قياداتا من جناح صالح وجماعة الحوث الإنقلابية لكن في ظل استمرار القتال أيضا ما تزال العديد من التساؤلات تتمحور حول مصير مستقبل العملية السياسية المرهون بالحصم العسكري أم مستقبل العمل العسكري المرهون بالحل السياسي ففي لحظة الحديث عن حلول سياسية مرتقبة لم تأمن الحرب استرخاء المبعوث الأممي في صنعاء ضمن جولته القصيرة فخلال الساعات القليلة الماضية شهدت العاصمة صنعاء سلسلة غارات جوية مكثفة في لحظة لا تبدو البلاد في أفضل حالاتها وإن حضر المبعوث أو غاب في بيان له أعلن اسماعيل ولد الشيخ أنه يجري لقاءات مهمة في صنعاء تحضيرا لجولة مرتقبة من محادثات السلام بين الأطراف اليمنية وقد تكون في دولة الكويت بحسب وكيل وزارة الخارجية الكويتية الذي أعلن هو الآخر في وقت سابق أن بلاده مستعدة لاستضافات مفاوضات بين الأطراف اليمنية من أجل السلام من الواضح إذن أن المشاورات السياسية تسير ببطء ملحوظ بينما تستمر المعارك بوتيرة عالية إذ ضيقت القوات النظامية والمقاومة الشعبية الخناقة أكثر على ميليشيا الرئيس المخلوع وجماعة الحوثي وهو الأمر الذي يساهم في تقليص نفوذ سيطرة الميليشيا على الأرض في عدد من المحافظات كالجوف ومأربة وتعز وشبوى